طيب نجي للشباب بطل لعبة تجميع البنات الأنثى بيرفيك ما راح تجي وترى الحلوة دائما في أحلى منها وما يلقاه إلا لدينا صبر وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم بطل تعيش حياة التمنيه يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان وإلا وروره ليش البنت يكون حسابها بالسناب ببليك؟ ليش تقبل إضافات من أحد ما تعرفيه؟ إذا أنت ما أنت مشهورة ولا فاشنيستا ولا ببليك فيجر اللي أنت بتساويه عزيزتي إنك تصنع من نفسك مادة متاحة للعامة ترضي على نفسك داومي كل يوم من الساعة 8 الصلاح لأربع لأصور من الأحد للخميس بدون عقد بدون راتب بدون مسمى وظيفة جري بي يوم كده وتجري وسألي إحنا إيش لبعض لا أسمع واحدة تقول صاحبي الله يتشوفي واحد شاخط وصاحب عليك بسرعة اللمبورغين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إن شاء الله طيبين قبل أبدأ إذا مش مشتركين بالقناة اشتركوا أول شي وفاعلوا زر جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد ومفيد إن شاء الله بسم الله نبدأ لماذا لا يتزوج العيال من هم العيال يا فاطمة؟ طيب أنا أقصد فيهم اللي في سن الزواج والمقتدرين على الزواج من الذكور اللي متوفر لكل مقاومات الزواج من وظيفة وراتب وسكن بس شائر الموضوع من باله ولا عنده نية ولا يفكر أصلا تقولوا ليش ما تتزوج يقول لك ماني عارف مدري ما لقيت إلا في بالي طيب إيش فيه في بالك؟ مدري ما أعرف ما عندي إجابة هو بالنهاية ما يعطيك إجابة يحسسك إن الموضوع غامق غامض يبغاله معجزة سماوية بس أنا أبغى أقول لكم إنه أنا عندي تفسير للموضوع من ناحية علمية ونفسية في عندنا ثلاث مصطلحات مهمة لازم نفهمها شرال الاختيار أوبشن براليسس وهما الاختيار والفوم شرال الاختيار أوبشن براليسس هو إنه يكون عندك خيارات كثيرة متاحة بس من كثرتها تطول عليك عملية الاختيار بل وتوصل فيه ناس إنهم ما يختاروا من الأساس مثال لما تدخل مطعم فيه خمسين صنف ياخذ منك ساعة لين تقرر إشتاكل مقابل لما تدخل مطعم فيه سيجنيتشار آيتم واحد تختاروا تطلبوا تطلع اللي انشلوا في اختياراتهم وقعوا في فخ من اثنين الأول الفومو أو الخوف من فوات الشي تبدأ تفكر طيب إذا أنا تزوجت رح تفوتني الفلة مع الشباب أو السلة من وظيفة طيب لو أنا أعزب بكون أخف في المسؤوليات والفواتير في ناس توقع في فخ وهم الاختيار اللي هو جينوف تشويس اللي هي تظن أن العمر قدامها وأن الخيارات كثيرة والفرص أكثر وأن كل ما أخذت وقت في التفكير والمماطلة أكثر كل ما ظهرت في حياتي أصناف وموديلات أحلى لين شاب الشعري عباد طيب من فين ظهرت علينا هذه الظواهر وكيف أثرت علينا في العلاقات والارتباط للأسف بعضا من التطور التقني جانب نقمة ومن ضمنها تعدد وسائل التواصل الاجتماعي خلونا نمسك سناب شات كمثال شوفوا أنا حاولت ما ألوم البنات في الفقرة هذه بس صراحة ما قدرت لأنه البنت في العلاقة دائما تكون المتحكمة والكورة بملعبها بالذات في بداية العلاقة هي اللي تسمح وتفتح الباب وهي اللي ترفض وتسك الباب في وجه الشاب ولا تسكروا على صابيعه كمان هي اللي تقول إيوه أبغى تفضل وهي اللي تقول لا ما أبغى ونقلع أنا ما أفهم ليش البنت يكون حسابها بالسناب ببليك وكلنا نعرف ممكن يكون على السناب كله ماخذ راحته ليش تقبل إضافات من أحد ما تعرفيه ليش تعطي سنابك لشاب إيش المحصلة إعجابات مبنية ما تعطيه ليش على الفلاتر ولا الشكليات ولا السطحيات إذا أنت ما أنت مشهورة ولا فاشي نيستة ولا ببليك فيقر فاللي بتسويه عزيزتي إنك بتصنعي من نفسك مادة متاحة للعامة لأي أحد حرفيا ما خليه اللي ما يشتري يتفرج أنت بتعطي هذول الشباب بمتيازات مجانية فإذا هو صاح الصباح ولاقي وش يتصبح عليه ومتمسي ولاقي وجه يتمسي عليه وكلام وحنحنة طول الليل غير زائد 18 اللي ما أنفع أقوله وكل هذا بدون ما يعطيك شي في المقابل سواء استقرار أو مادة مثلا يحق له ما يتزوج من كثرة الخيارات اللي عنده صاير عنده سعار يقولك أنا ما نيقادر اختار فما عنده شي يخسره بالنسبة له فلا أنت استفدتي ولا هو استفاد على العكس تماما أنت ضريتي نفسك وضريتي مع شر الشباب هو مستعد كل أسبوع يخش في علاقة مع واحدة من كثرة البنات المتاحين عنده على السناب يعني هو حرفيا عايش حياة المتزوج بدون التزامات الزواج وشاب الشعري يا عبيل من جديد هي تدور فاليديشن أو إثبات وجود وهذا أنا تكلمت عنها في حلقة صدمات الطفولة اللي ما شافها يروح يشوفها وهو يدور إشباع عاطفي وجنسي وما حد لقى الثاني لأن الاثنين يدوروا في حلقة مفرغة الاثنين يدخلوا في إدمان علاقات بصفر محصلة أنا قبل كده ذكرت النقطة هذه أن البنت ما تصاحب الولد والولد ما يصاحب البنت الأولاد الوحيدين اللي يكونوا في دائرة علاقاتك الشخصية يا بنت الناس أبوكي عمك خالك أخوكي محارمك وزوجك إن شاء الله لا تدخل نفسك في علاقة ما تعرف إيش موقعك فيها ترضي الدومي كل يوم من ثمانية صباح لأربع العصر من الأحد للخميس بدون عقده بدون راتب بدون مسمى وظيفي فول ميكاب شياكة وعطر وقهوة بنزين ولوبر وكريم ما بالك باللي يستغلك عاطفيا 24-7 ويسرق منك عمرك بدون ما يعطيكي مسمى ولا إنتي أخته ولا زوجته ولا خطيبته إنتي في علاقة بدون بوزيشن لا أسمى واحدة تقول لي إحنا أصحاب جرب يسألي إحنا إيش مع بعض ولا إيش لبعض حتشوفي واحد شاخط وصاحب عليك بسرعة لامبرغين المشكلة إنه ما أحد استوعب إنه وقتك اللي تعطيه لفلان وعلان هو عمرك وهذا الرسورس أو المصدر اللي غير قابل لك تجديد وغير قابل الاستبدال والاسترجاع إذا راح عمرك خلاص game over وفي بنات للأسف يعملوا upgrade للgame مو بس عمرها تعطيه حتى تسلفوا فلوسها لا تظلمي نفسك لا تسوي شي غبي لا تسوي شي تندمي عليه عشر سنين قدام لا تسوي شي ما تضيع على بنتك عشرين سنة قدام إذا عندك وقت رح أقضي وقتك مع أبوك إذا عندك فلوس اشتري مقاضي لبيتكم شوف أمك إيش نفسها الوقت والفلوس هذه مع العلاقات المحرمة أهلك وبرك ورحمك أولى فيه يعني حتى مشاعرك أنت لها ألف اعتبار في الإسلام وربي مكرمك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير وانت مسي نفسك تنكى وتطلع تقول لك الاستقلالية والنسوية وسترونج واندبندت ومن انت مش وظيفتك الهانتنج ولا الكاتفشنج أرتاحي الذكور هم اللي يجروا ويروحوا ويصيدوا ويتعبوا ويشكوا انت تجلس مع عززة مكرمة والنصيب يجيدوك باب بيتكم لو تفتكريني حركة الديسبلي وكانك حط نفسك على الفترينة بينفع كان كل المشهورات تتزوج وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات إلا إذا كان اللي بتصديه بأخلاق نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وتبغي تكوني سيدة خديجة برجع وأقول تراكي يا بنت انت اللي تكوني المتحكمة مين يدخل حياتك ومين ما يعتب حياتك وارجع أقول بطلت يعطي حساباتك الخاصة يمين وشمال طيب نجي للشباب بقول إنك انت لازم تخرج نفسك من حالة السعار اللي انت حطيت نفسك فيها بطل لعبة تجميع البنات كل يوم ضيف لك واحدة وتحطها في الرف وتقارنها بالأولى وبالتانية وتقارن الثانية بالتالتة لين الرقمية الأنسى بيرفكت ما رح تجي فكرة البيرفكت ما هي موجودة أصلاً أول شي إذا انت مفكر إنه هذا الطريق اللي بتلقى فيها النصيب فما عليش انت قاعد تكذب على نفسك فتوب خلاص وأعلن التوبة توبة نصوحة لله واللي ما ترضى على أخواتك بالمثل ما ترضى على بنات الناس وترى الحلوة دائماً في أحلى منها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم والزواج والأسرة ترى ما تتبني بالوجه الحلو ولا الجماليات ولا المثاليات ولا الفلاتر بطل تعيش حياة التمني يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورة إذا انت مقدر أدخل على الأكشن على طول وخليك صريح المطلوب إنك تحط النية أول شي وتبدأ تدور أمك خلاتك عماتك أخواتك هذول كلهم مصادر تدور عن خلع لهم قل لهم أنا كده 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 وأدور كده 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 واستخير الله ترى إنك تصلي الاستخارة مو بالمعنى إنك تشوف ملائكة تنزل بمائدة من السماء في المنام الاستخارة هي إنك تترك الأمور على مراد الله بتيسير من الله إنك تطلب الخيرة في الشيء وتحط التوكل والاعتماد على الله وإنت عليك السعي وإنه ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى تعال الله زي لما المديرك يقول لك أنت بس سوي ألف بقتا وأنا براجع من بعدك وبنزلك المكافأة أنت أسعى لما فيه خير وربي اللي بيشوفه وربي اللي يجزاك على سعيك ومين أرحم بربنا فيك وترى حتى لو استخرت وسعيت والأمور ماشية وسويت كل الخطوات الصحيحة عادي إنها ما تضبط المرة دي تضبط المرة الجاية It's okay ثالثا يا شباب إنك تتأكد إنك مش متأثر بتجارب الآخرين في الزواج ولا صاحب ينفصل مرت أخويا مبهدي لأخويا وصاحبك مش أنت أخوك مش أنت وأنت مش أخوك ترى المزوجين عندهم مشاكل كي يفرد في الحياة بس فيه مزوجين لما تصر لهم مشكلة ما يتكلموا البعض يتكلموا على بعض عند فلانة وعلانة هي مستعدة تفتح زوجها ساعة عند صحباتها بس ما هي مستعدة تسمع حس وشهر عن من السالفة صاحبك يتخاصم معمرته ويجي بربر عليك بس لما نصالحه ما يجيب لك خبر وفيه مزوجين إذا صارت لهم مشكلة ما ينشروا غسيلهم لأحد المشكلة تكون بينهم بين بعضهم ولا منشاف ولا مندري وحط في بالك أنك أول ما تنوين الحلال الشيطان يصير قاعد لكم وتربع على روسكم أنا أقترح المتزوجين يجيبوا مجسهم للشيطان كذا ويحطوا عندهم في الصالة لما يتضاربوا يطالعوا فيه وإذا كان غايب عن بالك ترى منزلة الشيطان المخبب واللي يسبب في تفرقة الزوج عن زوجه هي أقرب منزلة لإبليس أتمنى الشباب بعد هذه الحلقة يعيدوا نظرتهم في معتقداتهم عن الزواج ويعيشوا تجربتهم هم وينون الحلال وإن شاء الله ربي يوفقكم إلى هنا أكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع اللي همكم أمرهم ولايك إذا عجبتكم الحلقة وإذا تبقونا نكمل في محتوى مشابه شاركوني رأيكم في الكومنتات I love you so much Talk to you soon Bye